الميليشيات تواصل جرائمها وانتهاكاتها واكثر من مليون طفل يتعرضون لغسل الادمغة بالمخيمات الحوثية في اليوم المئتين وواحد للعدوان الاحتلال الاسرائيلي يكثف من غاراته على قطاع غزة مخلفا شهدى وجرحا والاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة العياد اليهودية ومئتان واربعة وثلاثون مستعبرا يكفهمون المسجد الاقصار ارحب بكم الى التفاصيل استؤنف ملف المفاوضات بين الميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية من جديد بعد عرقلت هذه الجماعة كل محاولات التوصل لمقاربات تنهي الحرب والازمة الخانقة في البلاد مما في ذلك استئناف صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات العام 2014 فضلا عن فتح الطرقات وتحريك ملف الاسرة دعوات جديدة لاستئناف المفاوضات في اليمن بوساطة عربية ودولية طالبت الاطراف اليمنية بالعودة الى طاولة الحوار لكن هذه المرة ليست كسابقتها من المفاوضات فالاشتراطات الامريكية هي سيدة الموقف والتي طالبت توقيف الهجمات البحرية مقابل العودة الى طاولة الحوار وتمرير اشتراطات حوثية ترفضها الحكومة الشرعية دعوات جديدة للحوار تخلو وفق مراقب من الملفات الانسانية التي حاولت الميليشيا الحوثية اكثر من مرة افشالها وتستخدمها كوارقة ضغط لتحقيق مكاسب اضافية في اي مفاوضات من جهاتها الميليشيا الحوثية المستفيدة من الجولة المرتقبة التي ترعاها الامم المتحدة رحبت بالمفاوضات التي ستجري وجه الوجه مع الجانب الحكومي بينما الحكومة حتى اللحظة لم تصدر اي بيان او تصريح حول القبول او الرفضة خاصة مع السمرار الميليشيا الحوثية بشروطها التعجيزية وعدم التزامها في الجولات السابقة بما تم الاتفاق عليه خاصة ملف الاسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل وصرف المرتبات وفق كشوفات العام 2014 وفتح الطرقات بين المحافظات مسودة المفاوضات القادمة تسلمتها الميليشيا الحوثية في سلطنة عمان بينما الحكومة الشرعية لا تزال في موضع التشاور في الرياض في حين تعجز عن سينا في تصدير النفط بسبب القيود الحوثية اما الشارع اليمني فيرى ان اي مفاوضات لا تضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن اولياتها لا معنى لها معتبرين ذلك مضيعة للوقت ومحطة جديدة تستفيد منها الميليشيا الحوثية لتمرير ما تريده خدمة لاجندات عنصرية ضيقة ومصالح خارجية لا يبقى السؤال الذي يبحث عن اجابة منذ بداية الازمة لماذا بدأت الحرب ولماذا لا تنتهي حرب بدأت للقضايا على التمرد الحوثي واصبحت مراوحة في طاولة اللاسلم ولا حرب في تعز اصيب طفل في العاشرة من عمره بجروح بليغة اثر اصابته برصاص قناص حوثي تحديدا في منطقة الشقب شرق المدينة مصادر محلية افادت ان الطفل اسماعيل الحاج اصيب جراء تعرضه لطلقة نارية من قناص حوثي متمركز في تبة صالحين الواقعة اقصى شرق منطقة الشقب بمديرة صابر المواد مشيرة الى ان الحادثة وقعت في الطريق العام بحي العقبة وهي منطقة تشهد اكثر حوادث عمليات القنص تأتي هذه الجريمة بعد نحو اسبوع من حادثة مماثلة اودت بحياة مواطن ضمن انتهاكات متواصلة تشهدها المنطقة ليرتفع جمالي جرائم القنص الحوثي في هذه المنطقة الى 249 اسفرت عن استشادي 44 مواطنا واصابة اكثر من 200 اخرين في الضالة اصيب ثلاثة اطفال بجروح متفاوتة الخطور عثر انفجار بقايا مقذوف حوثي في منطقة حجر شمال المحافظة وافدت الانباء بنقل المصابين على الفور الى مستشفى زايد الميداني في سناح لتلقي العلاج الضروري وتأتي هذه الحادثة بعد اسبوع من وقوع حادثة مشابهة في منطقة الخرازة شمال شرق مديرية قعطبة حيث اصيب ثلاثة اطفال من اسرة واحدة بجروح جراء انفجار مماثل لبقايا مقذوف حوثي اما في شبوى اصيب مدنيان اثنان احدهما طفل بانفجار لغام زرعت تمليش الحوثي وجرفته السيول الى منطقة سائلة وادي بيحان وقال المرصد اليمني للألغام ان الطفل احمد العواضي وليث اناصر العواضي اصيب بجروح متفرقة في مديرية بيحان نتيجة انفجار جسم حربي جرفته السيول وحضر المرصد الاهالي في مديريات بيحان وشبوى وحريب في مارب ونعمان في البيضاء من خطر الألغام وخطر الضخائر التي جرفت السيول الى المناطق والمواقع الملوثة الى مناطق مأهولة وزراعية في هذه المديريات كما نشد الآباء توعية اطفالهم بعدم العبث باي اجسام غريبة وفي ذمار قتل اصيب سبعة اشخاص في اشتباكات قبلية تغذيها قيادات قوثية في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة وقالت مصادر محلية ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم وصيب اربعة اخرون اثر اندلاع اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة الوعري بمديرة دوران انس غربي مدينة دمار وذلك على خلفية صراع قبلي غدت هذه الجماعة لافتة الان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من الامقنع والرسام ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين من الجانبين ولم توضح اسباب الاشتباكات لانها نقلت اتهامات عدد من الاهالي لقيادات حوثية بالمنطقة بزرع العدوات واشعال الفتن والمكايدات في غضون ذلك افرجت سمليش الحوثي عن احد عشر مختطفا من ابناء الشمياتين بمحافظة تعز بعد قرابة الاربع سنوات على تغييبهم في سجونها بصعدة غير ان مصادر مطلعة فادت بان الخطوة تمت بعد ان دفعت عائلات المحتجزين اموالا طائلة للسجانين الحوثيين من اجل الافراج عن ابنائهم وعمدت هذه الجماعة على مدى السنوات الماضية الاختطاف مئات الاشخاص بينهم صحفيون وسياسيون وناشطون حقوقيون من منازلهم او حتى مواطنون من الطرقات العامة ويتم استخدامهم كرهاء لمبادلتهم باسراها او مفاوضة عائلاتهم للافراج عنهم مقابل فديات بملايين ريالات واصطرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيانا تحذيريا بشأن المعسكرات الصيفية التي اعلنتها جماعة الحوثي واصفة ايها بالقنابل الموقوطة التي يفترض ان تكون مراكز تعليمية وثقافية تستخدم في الواقع لتكثيف الدعاية الفكرية والتعبوية للايجلوجيات الحوثية المتطرفة حاليا البيان واكد ان الحوثيين يستهدفون اكثر من مليون ونصف المليون طفل من طلاب المدارس بما يمثلوا وباءا فكريا وتلوثا عقليا وتعبر الشبكة عن قلقها من ان هذه الموارسات تطيل من امد الحرب وتستخدم لغسل عقول الاطفال وتجنيد في الصراعات المستقبلية وثق تقرير حقوقي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الاطفال خلال الفترة من ابلل عام الفين واثنين وعشرين وحتى ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين وذلك في ثلاث عشرة محافظة داعيا الى حماية الاطفال والى تجنيبهم ساحات الحرب والصراع اطفال اليمن انتهاكات مستمرة هكذا تقول التقارير الحقوقية جديدها ما جاء ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الاطفال اثناء النزاع باليمن الذي نفذه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان تحالف كشف في تقريره جانبا من حجم الانتهاكات الجسيمة بحق اطفال اليمن الذين كابدوا خلال التسع سنوات صنوفا من الصراع والالم ووقع ضحايا لحرب لا نقتلهم فيها ولا جمل التقرير رصد الانتهاكات في ثلاثة عشر محافظة في الفترة ما بين اعلان الهدن بداية ابريل الفين واثنين وعشرين وبين اعلان التوقيع على اتفاق مبادئ الانهاء النزاع في ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين اتهما اطراف الصراع بعدم الامتثال والالتزام في حماية القانون بشروط المفروضة لحماية القانون الدولي والانساني وحقوق الاطفال التقرير الذي بين ايضا عنف وبشاعة الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال بصورة شاملة استعرضا مائة وسبعة وعشرين واقعة انتهاك شاملة الجرائم الجسيمة ضد الاطفال تعرض لها مائة وسبعة وخمسون ضحية بينهم ستة وعشرون فتاة وقتل ومشوهون ومجندون وضحايا عنف جنسي ومختطفون ومثل القتل والتشويه والانتهاكات الاكثر تسجيلا بسبب الاستخدام المفرط للأسلحة السيما من جماعة الحوثي وشكلت الارقام المحققة من ضحايا التجنيد امرا صادما نتيجة استغلال اطراف الصراع الوحى الاقتصادي للأسر اليمنية وخاصة ميليشيا الحوثي وبينت نتائج التقرير ان اعدادا كبيرة من الاطفال بحدود ستة وعشرين الف وسبعمائة وواحد وستين طفلا بينهم اربعة عشرة الفا واربعمائة وسبع وخمسون فتاة قد تأثروا بفعل الهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الانسانية من قبل ميليشيا الحوثي التقرير دعا ايضا لمحاسبة ومعاقبة المعنيين بانتهاكات حقوق الاطفال في اليمن وزرعة التوصل الى سلام كونه الحل الوحيد لايقاف الممارسات الجسيمة فد اليمنيين بشكل عام والطفولة بشكل خاص سجلت حالات النزوح الداخلي بل سجلت حالات النزوح الداخلي ارتفاعا كبيرا في الاسبوع الثالث من ابريل مسجلة اعلى مستوى لها منذ نحو شهرين وقالت منظمة الهجرة الدولية انها رصدت نزوحة اربع واربعين اسرة تتألف من مئتين واربعة وستين شخصا نزحوا للمرة الاولى خلال فترة بين الرابع حتى العشرين من ابريل الفين واربع وعشرين وفق البيانات الواردة فان عدد النازحين الاسبوع الماضي يمثل زيادة بنسبة خمسمائة وتسعة وعشرين في المياه مقارنة بالاسبوع الماضي الذي نزحت فيه سبع اسر فقط واضحت منظمة الهجرة ان المخاوف والتهديدات الامنية الناجمة عن الصراع هي السبب الرئيس لنزوح اغلب الاسر تضليل فكري وتغذية عنصرية تسعى من خلالها منيشيا الحوتي الى تدمير العملية التعليمية برمتها وتضمين ملازم حسين الحوتي في المناهج الجامعية والمدرسية بدلا عن الثقافة الاسلامية والوطنية على المقاعد الدراسة تشرب اليمنيون كتب الوطنية والتاريخ وبقية المناهج وشقوا عبرها طريقهم للوصول الى الهندسة والطب والصناعة وكل مجالة الحياة اما اليوم تحولت تلك المقاعد الى منابر تضليل فكري وتغذية ضائفية للبصر والبصيرة تنتهي بمشاريع الموت وشل الحياة والعودة بالتاريخ الى الوراء دليل جديد لن يكون لمليشي الحوثي من بعده سترة الجماعة وبكل بجاحة وعبر مجلس جامعة صنعاء هددت الطلاب والطالبات المسجلين في الاعوام قبل 2017 و2018 بتأخر تخرجهم وحرمانهم من شهادات التخرج ما لم يخضعوا الامتحانات مادتي ملزمة الصراع العربية الاسرائيلية وما تسمى بالثقافة الوطنية التي اضافتهم الميليشيا للمنهج الدراسي الجامعي مؤخرا على جدران كلية التجارة في جامعة صنعاء علقت ميليشيا الحوثي اعلانا يحمل توقيع عميد الكلية المعين من الحوثيين هاني المغلس يلزم جميع الطلاب والطالبات المسجلين في الاعوام ما قبل 2017 و2018 باجراء اختبار استثنائي لكافة الطلاب لمادة الصراع العربية الاسرائيلية من مواد الفصل الاول ضمن اختبارات مواد الفصل الثاني للعام 2023 والعام 2024 ليس هذا القرار الا خضوة ضمن مساع الجماعة لتكريس ونشر الفكر الطائفي بالقوة والترهيب لتضمين المنهج الجامعية ملازم الصريح حسين الحوثي بدلا عن مادتي الثقافة الاسلامية والوطنية والهدف طمس الهوية الوطنية والدينية المتعرف عليها لدى اليمنيين منذ بزوغ فجر الاسلام وانشاء اجيال منسلخة عن هويتها وعقيدتها يسكنها الفكر الطائفي والمثهبي قبل ايام كانت هذه الخضط حاضرة في جامعة اب عطفا على قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الميليشيا غير المعترف بها بتدريس ملزمة الصراع العربية الاسرائيلية وجميعها تسير باجيال اليمن نحو المجهول وفي اخبار غزة استشهد غدد من الفلسطينيين وانصيب اخرون بجروح مختلفة اليوم الاربع في عضوان الاحتلال الذي يدخل يومه المائتين وواحد وافادت الانباء باستشهاد ثلاثة واصابة اخرين في قصف الاحتلال بالقرب من مدرسة ابو عرباد بمخيم نصيران وسجرت اصابات بقصف الاحتلال المدفعي على مناطق مختلفة من احياء مدينة غزة كما سمعت اصوات انفجارات ضخمة في احياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج وتل الهوى والرمان في بل الرمال في مدينة غزة وشمال القطاع اصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي المتواصل على بلدات بيت لاهية وبيت حانون وشرق جبالية واصيب اخرون بقصف الاحتلال منطقة الزويدة وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وصدى قطاع غزة وجنوب القطاع اطلقت اهليات الاحتلال المتمركزة على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس عشرات القدائف صوب مناطق عبسان وخزاعة والزنة وعلنت ورزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال لست مجاز راح ضحيتها تسعة وسبعون شهيدا وستة وثمانون مصابا خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية لارتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى اربعة وثلاثين الفا ومائتين واثنين وستين شهيدا وسبعة وسبعين الفا ومائتين وتسع وعشرين بل وتسعة وعشرين مصابا منذ سابع من اكتوبر الماضي في غضون ذلك فشل الاحتلال الاسرائيلي في محاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانوروى الشريان الغذائي لاغلب سكان القطاع المحاصر لتستأنف وتستأنف عشر دول تمويلها ودعمها تلبية لدعوة مفوضة الاتحاد الاوروبي دحضت تهمة واكاذب الاحتلال الاسرائيلي السعية لتقييد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونوروى لتسارع دول العالم في دعوة الوكالة لاستئناف عملها ودعمها ابرز تلك الضعوات التي اطلقها مفوض الاتحاد الاوروبي المسؤول عن ادارة الازمات للمانحين الدوليين الى دعم وكالة غوث من بين ستة عشر دولة اوقفت تمويلها استأنفت عشر دول تمويل الوكالة من بينها انمانيا وفرنسا لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا وهولندا والنمسا والتوانيا لم تفعل ذلك وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ان الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها الانسانية حتى يونيو المقبل يأتي ذلك بعد ضغط كبير في مجلس الامن الدولي من قبل المفوض العام للوكالة فيليب لازرن الاسبوع الماضي الذي اكد ان الانوروى التي انشأتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1949 هي العمود الفقر للعمليات الانسانية في غزة ولا يجوز محاربتها وايقاف عملياتها خاصة في الوضع الراهن محذرا في الوقت ذاته من انعكاسات تفكيكها على ما تبقى من حياة للفلسطينيين وسابقا وبسبب الادعاءات الاسرائيلية بحق موظفي الوكالة اعلنت عدد من الدول وقف وتعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار ما مثل ضربة للوكالة في ظل الازمة الانسانية التي تشتاح غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلية على القطاع قبل نحو سبعة اشهر ابدعاءات الاحتلال بحق موظفي اونوروى دفع الولايات المتحدة لوقف تمويل ثم علق الكونجريس المساهمات حتى مارس 2025 على الاقل وطلت واشنطن دول عدة بوقف الدعم والتمويل ما اثر سلبا على حياة الفلسطينيين المعتمدة على المساعدات الغذائية من دول العالم اما في الضفة الغربية قررت قوات الاحتلال اغلاق الحرم الابراهيمي في الخليل امام المسلمين وفتحه امام المستعمرين لمدة يومين في الاعياد اليهودية وفد مراسلنا ان مدير الحرم الابراهيمي معتز ابو سنينة استنكر اغلاق الحرم معتبرا ذلك تعديا سافرا واعتداء استفزازيا بحق المسلمين في الاصول الى اماكن العبادة الخاصة بهم في السياق ذاته اقتحم مائتان واربعة وثلاثون مستعمرا اليوم باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسعيدي بتزامن مع عيد الفصح اليهودي كما استشهدت فتاة برصاص جنود الاحتلال بعد اطلاق النار عليها قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل من جهة ثانية اعلنت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء ان 15 فلسطينيين ينقضوا من محافظات جنين ونابلس ورامالله والخليل والقدس الى جانب تنفيذ عملية اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات المزيد حول الوضع في الضفة الغربية ينضم الي عبر سكايب مراسلنا نظير الفالح اهلا يا نظير اطلعنا وضعنا في صورة ما يحدث وحدث ايضا في الضفة الغربية اهلا ومرحبا بكم جميعا حتى اللحظة لا تزال اكتحامات المستوطنين متواصلة في المسجد الاقصى المبارك وبحسب ما اعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية في المدينة فان عدد المكتحمين بالمئات هذا اليوم وهو اليوم الثاني مما يسمى بعيد الفصح اليهودي جيش الاحتلال الاسرائيلي حول مدينة القدس الى ثكنة عسكرية مغلقة ويمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول للمسجد الاقصى للصلاة فيه فيما يسمح للمستوطنين بحماية من شرطته بتدنيس هذا المسجد وكذلك ايضا قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم اغلقت الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية امام المواطنين الفلسطينيين فيما سمحت للمستوطنين باستباحته واكتحامه واداء الطقوس التلمودية فيه اليوم ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل فتاة فلسطينية عند دوار بيت اينون شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وفي هذه الاتنة ايضا يكتحم عدد من قرى محافظة الخليل وبالتحديد شمالها في قرى مدينة دورة بالتحديد بلدات الطبقة والسموع وسعير في محافظة الخليل وذلك بحثا عما يصفهم بالمطلوبين لجيش الاحتلال الاسرائيلي كان جيش الاحتلال قد شن الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت اكثر من 15 مواطن فلسطينيين وتخلى لها عمليات تخريب متعمد وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ليرتفع بذلك عدد من تم اعتقالهم منذ السابق من اكتوبر بحسب مؤسسات الاسرة الى 845 مواطنا فلسطينيين يتم احتجازهم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف غاية في الصعوبة ويتم التنكيل بهم على مدار الساعة عمليات الاقتحام تتواصل ليس فقط في اوقات الليل وانما ايضا خلال النهار حيث اكتحمت ايضا قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل مكتب مديرية وزارة العمل في البلدة القديمة في الخليل ومع كل ذلك يترافق ايضا تواصل اعتداءات المستوطنين على الاراضي الفلسطينية وعلى المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وتتركز هذه الاعتداءات بالتحديد في كرة شمال شرقي رامالله وكذلك في شمال وغرب محافظة سلفيد شمال الضفة الغربية المحتلة طيب نظير الاقتحامة الجديدة الان في هذه اللحظة وكما تقول من مكتب وزارة العمل ما هي المبررات وما هي الاسباب يعني المبررات الاسرائيلية هي البحث عن من تصفهم بالمطلوبين الذين ينون القيام بتنفيذ عمليات ضد قطعان المستوطنين وضد اهداف اسرائيلية الان عمليات الابتحام هي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل وبالتحديد في عدد من قرها كالسموع وقرية الطبقة والدورة وعدد من البلدات الاخرى وكذلك مكتب مديرية وزارة العمل في البلدة القديمة في الخليل وذلك بعد قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بقتل فتاة فلسطينية هي طالبة جامعية تدرس التمريض وتبلغ من العمر عشرين عاما قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار عليها وتركها تنزف حتى تم الاعلان عن استشهادها وكذلك تم احتجاز جثمانها حتى اللحظة يعني كوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل اعتذاتها والمبررات هي بطبيعة الحال التي تختلقها لتمارس المزيد من البطش والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين شكرا جزيلا لك نظير الفالح مراسلنا في الضفة الغربية اخبارنا مستمرة وفيها بعض الفاصل في ظل عدم الاهتمام الكوليرا وحمضنك او بيئة تحصد ارواح اليمنيين الانسان بوصلتنا والمهنية نهجنا نواكب الاحداث ونضعكم في تفاصيل الصورة نتتبع معاناة المواطنين ننقل امال وتطلعات المواطنين ومعاناتهم ننقل الاحداث لحظة وجوعها قريبون من الاحداث دفاعا عن الارض والانسان نتنقل برا وجوا وبحرا نتلمس المعاناة وهموم المواطن يدخل لبنان عاما جديدا وفضح جرائم العدوان الاسرائيلي هدفنا ايصال حقة كما هي نلتزم بمعايير اوضاع الاقتصادية المتتاورة اليمن اليوم صوت وطني يتلمس قضايا الوطن اهلا بكم افادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة انها واحد المعشرين شخصا لقوا حتفهم وفقد ثلاثة وعشرون اخرون بعد انقلاب قارب يحمل سبعة وسبعين مهاجرا قبالة ساحة جبوتي وقالت المنظمة في منشور على منصة اكس ان اطفالا كانوا من بين ركاب القارب الذي سقط في ثاني حادثين من نوعه خلال اسبوعين وفقا للمنظمة يهاجر عشرات الالاف من سكان منطقة الشرق الافريقي ناسية ماثيوبيا والصومال عبر جبوتي بهدف الوصول الى دول الخليج بحثا عن عمل اعلنت موسكو الاربعاء اندلاع النيران في منشأة الروسية للطاقة اثراها جمات بمسيارات اوكرانية وقال مسؤولون محليون ان حريقا شبى في منطقة طاقة بمنطقة سمولينسك غربي روسيا بعد ان شنت اوكرانيا هجوما بطائرات مسيارة كما قامت السلطات بعملية اجلال من اجزاء من ليبتسك جنوب غرب البلاد بعد انسقطت مسيارة في منطقة صناعية هناك وقال فيسلي اونو خين حاكم منطقة سمولينسك ان منطقتنا تطعرض مرة اخرى لهجوم بالطائرات المسيارة الاوكرانية ورتيجة لهجوم العدو على مشاءة الوقود والطاقة المدنية المدنية اندلعت حرائق في منطقته سمولينسك ويرتسفو بعد تأخير لشهور دمجت مشروعات اربعة قوانين في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ الامريكي فقد وافق المجلس باغلبية بلغت تسعة وسبعين صوتا مقابل ثمانية عشر على اربعة مشروعات لقوانين اقرها مجلس النواب بعد ان غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة يوم الاسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها خمسة وتسعين مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية منها واحد وستون مليارا لأوكرانيا وستة وعشرون لإسرائيل وثمانية فاصل اثنى عشر بالمئة مليار لتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والحادي وادمجت مشروعات القوانين الاربعة في حزمة واحدة من مجلس الشيوخ ارتقال الرئيس جو بايدن انه سيوقعها لتصبح قانونا اليوم الاربع اكد معهد السقوم لأبحاث السلام انه زاد الانفاق العالمي على التسلح خلال عام الفين وثلاثة وعشرين بنسبة بلغت ستة فاصل ثمانية من عشر بالمئة عن العالم وعن العام الفين واثنين وعشرين إلى تريليونين واربعمائة وثلاثة واربعين مليار دولار وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة المنفقين على صفقات السلاح ثلاثة الصين تما روسيا والهند والسعودية حسب المحر جاءت اسرائيل في المرتبة الخامسة في الانفاق على التسلح اتبعتها في الترتيب بريطانيا واوكرانيا والمانيا وفرنسا على التوالي محليا تزداد الأوبئة والأمراض كالكوليرا وحمضنك تفشيا وانتشارا في العديد من محافظات البلاد خاصة تلك الواقعة تحت السطوة الحوثية في ظل امتناع متواصل من هذه الجماعة عن استخدام اللقاحات وإعاقة أي جهود تحد من انتشار الأمراض أيام انخلت كانت شاهدة على انتشار واسع للأمراض والأوبئات في العديد من محافظات الوطن خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية أبرزها الكوليرا ليضاعفها حمضنك المأساة إذ ازدادت حالات الإصابة بهذا المرض بشكل لافت في تعهز فقط أكثر من 700 حالة إصابة بحمضنك والكوليرا في المحافظة التي تفرض عليها الميليشيا حصارا مطبقا منذ عقد من الزمن وذلك وفق تقرير لمكتب الصحة والسكان مشيرا إلى أنه تم تسجيل 141 حالة اشتباه بالكوليرا منها 36 حالة مؤكدة وتسجيل 588 حالة اشتباه بحمضنك منها 180 حالة مؤكدة أما في محافظة ذمار فقد أفادت مصادر طبية عن تسجيل 115 حالة إصابة و 6 وفيات بوباء الكوليرا الذي شهد تفشيا واسعا في مختلف المحافظات الواقعة تحت السطوة الحوثية على وجه الخصوص ونالت محافظة ذمار نصيبها بعشرات الإصابات إضافة إلى تسجيل عدد من الوفيات ينذر التفشي الأمراض والأوبئة بكارثة حقيقية في العديد من محافظات البلاد والتي تعود أسبابها إلى جملة من العوامل التي زادت من انتشار هذه الأمراض أهمها منع الحوثيين للقاحات في مناطق سطوتهم وإعاقة أي جهود تحد من انتشار الأمراض بالإضافة إلى تراكم النفايات في الشوارع وعدم توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وعن مناطق سيطرة الجانب الحكومي فقد سجلت الفرق الصحية إصابة 3200 حالة إصابة منذ شهر أكتوبر الماضي في الوقت الذي تفيد فيه التقارير الدولية أن اليمن واحدة من أبرز ثمانية بلدان في إقليم شرق المتوسط التي تشهد تفشيا بشكل كبير لحالات الإصابة بالكوليرا أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم مساعدات إغاثية لنحو 14 ألف نازح حديث جراء الصراع والأمطار الغزيرة في اليمن وقال الصندوق إن هؤلاء نزحوا حديثا بسبب النزاع وبسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن المناخ في جميع أنحاء البلاد أوضح أن هذه المساعدات تمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة في غضون ذلك كشفت تقارير اقتصادية ومالية ارتكاب مليشي الحوثي لأكثر من ستة آلاف جريمة مالية متنوعة وذلك خلال تسع سنوات من الحرب أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوضني وصلامة المجتمع لم تكتفي المليشي الحوثي بارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها ومسمياتها على الشعب اليمنية بل تجهد صوب قضاع الأموال الذي يعد عصب الحياة بارتكاب أكثر من ستة آلاف جريمة مالية على مدار تسع سنوات من الحرب جرائم تنوعت بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد ونقل الأموال عبر الحدود والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال والتزوير وتزييف الوثائق وتهريب المخدرات بيان حديث لمنصة تعاقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن كشف عن طبيعة هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وسلامة المجتمع التقارير التي استندت إليها المنصة أكدت أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعززان النشاط الجماعات الإرهابية ويؤديان إلى زيادة الجريمة والفوضى في المنطقة بينما الفساد وتهريب الأموال يؤثران سلبا على تنمية البلاد ويعرقلان جهود إعادة الإعمار المنصة دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لرسل وتتبع هذه الجرائم المالية وبمان محاسبة الجناه وتقديمهم العدالة مطالبة الحكومة الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الجرائم ووفقا لتقائل اقتصادية فقد كشفت أن الميليشيا تنتهج الجرائم المالية بشكل متعمد ابتداء بالنهب والاستيثار بالمال العام واستغلاله لصالح ثراء قياداتها ومشرفيها والموالين لها وبحسب اقتصادين فإن أكبر تلك الجرائم هي أسرارها على تعزيز الانفصال النقدي وما أحدث شرخا في قيمة العملة الوطنية وفارقا في عملية الصرف بين الصنعاء وعدن وامتناؤها عن التعامل بالطبعة الجديدة للبنك المركزي في عدن واستارها عملة معدنية من فئة 100 ريال بطريقة غير قانونية وتحاول حكومة الشرعية استعادة تنزمام السيدالة المالية روما أن الكتلة النقدي الأكبر هي المتدورة في مناطق الصدوة الحوثية وضرورة امتثال البنوك وشركات ومحال الصرافة لقرارات البنك المركزي في عدن خبراء اقتصاديون طالبوا الأضراء بتحيد الاقتصاد الوطني والعملة من الصراع لما له من انعكاسات إيجابية على وضع الإنساني في البلاد التي طحنت الحرب كون المتظر الأول فيها المواطن الذي يدفع فاتولة الحرب بلا حساب في شبوة عقدت بمدينة عتق ورشة عمل لمناقشة أسباب انتشار ظاهرة الانتحار وطرق الحد منها الورشة نظمها مكتب الأوقاف والرشاد بمشاركة عدد من المهتمين وكذلك مجموعة من المختصين في المجالات الأمنية والعلمية والدينية أوضحت أن الظروف المعيشية الصعبة وتفشي البطالة وصاد شباب من العوامل المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة الهدف من الورشة هو معالجة بيان جرم هذه الفعلة قتل الإنسان نفسه أيضا البحث في الأسباب الدافعة لهذه الجريمة كذلك أيضا إيجاد العلاجات لهذه الجريمة سواء كانت هذه العلاجات من الأسرة يعني ولاة الأمر المباشر لهذا المريض الذي ينتحر أو ينحر نفسه أو السلطة المحلية في المحافظة مثلا على سبيل المثال فأحنا من خلال عملنا نراحظ أنه في أسباب كثيرة جدا أدت إلى هذه الحالة منها أسباب اقتصادية واجتماعية ومشاكل نفسية بدرجة أساسية فأحنا خرجنا من خلال ورشة العمل بمكتب الأوقاف إلى عدة نغاط ونتمنى من السلطة المحلية ومن المجتمع بشكل عام التعاون حتى في توصيل الفكرة والدراسة والوعي والتوجيه والمعالجة لأمور كثيرة التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة حقيقة الأمر ظاهرة الانتحار ظاهرة مقلقة للمحافظة بشكل عام وأول أسبابها أعتقد أنها أسباب اقتصادية وبالتالي لابد من البحث عن الجانب هذا ومعالجة كثير من الأمور في الجانب الاقتصادي الأسرة اليوم الشباب بدون وظائف بدون عمل وبالتالي هذه الظاهرة الانتحار تحصل بسبب أن هناك فراغ كبير لدى هذه الشباب وفي شبوة أيضا تعد قصة نجاح علي الهامل بتجاوز واقعه وتحديات الإعاقة بكل ثقة وعزيمة وإصرار مرهمة للكثيرين حيث شق طريقه نحو التعليم حتى تمكن من الحصول على الشهادة الجامعية جد يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنه من أصحاب الهمم الذين يمتلكون روح المعنوية العالية ولم ينكسروا أمام ظروف وتحديات الإعاقة حيث ظل وما يزال ينظروا للحياة والمستقبل بكل تفاؤل وأمل وطموح علي الهاملي هذا الشاب الثلاثيني والد معاقن بوجود تشوهات خلقية وراثية في أطرافه العليا والسفلة والتي لم تساعده قدمه على المشيء السوي كبقية البشر أنا علي صالح الهاملي من أبنى محافظة اب معاني من تشوهات خلقية من ذي الولادة في الأطراف العليا والسفلة لكن الحمد لله على كل حال هذا التلال من الله سبحانه وتعالى وشق طريقي في التعليم الابتدائي والثانوي والجامي والآن حصلت على شهادة بكاريليوس تخرج كلية الحاسوب بمحافظة شبوة حصك على الشهادة هذه ودرع الكفاح جابونا الدرع الكفاح حتى من أجل المكافحة في التعليم ولن أستسلم لصعوبة الحياة مهما كانت وكنت كشتغل في إحدى المحلات التقارية لكي أحصل على مصروفي اليومي من أجل مكافحة الحياة وإضافة دخل إضافي من أجل كمية تعليم والآن الحمد لله تخرجنا لقد سطر هذا الشاب قصة نجاحا ملهمة في حياته كمعاق حيث تمكن من أن يتجاوز وقعه وتحديات الإعاقة بكل ثجة وعزيمة وإصرار فقد حرصها منذ سن مبكر على شق طريقه أولا نحو التعليم حتى تمكن من تحقيق حلمه بالحصول على الشهادة الجامعية وذلك بتخرجه العام الماضي من قسم الحاسوب في كلية التربية بمحافظة شبوه ونظر لظروف أسرته الصعبة ومن أجل أن يستطيع لإنفاق على متطلبات معيشته وتعليمه ظل علي يعتمد على نفسه دون استجداء أحد حيث أنخرط في ميدان العمل لا يشتغل في فترات ما بعد ساعات الدراسة كعاملا بالأجر اليومي لإدخار مصاريف تعليمه ومعيشته ويطمح أن يتمكن من إكمال نصف دينه بالزواج وتكوين أسرته والحصول على فرصة عمل تتناسب مع مؤهله الجامعي حقيقة أنا ليتم حد كثيرة أولا أحصل على أكمل نصف ديني له الزواج وثانيا أحصل على وظيفة عكومية أو إحدى الشركات التجارية لكي تتوافق مع تخصصي لكي يعيش حياة كريمة ولا أستجدي أحدا وأبني إسرتي إضافة إلى المؤهل الجامعي الذي بات يحمله هذا المعاد فهو يمتلك مواهب وقدرات في فن المنتاج وصناعة المحتوى المرئي وإدارة الحسابات زبين عطية اليمن اليوم شكرا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة